انت فاتك حاجة مهمة قوي الولد قال له وإيه هي الحاجة دي أبوه قال له تلاقي جزمتك دابت من المشي والجري من الدكان ده للدكان ده فالولد قال له أبوه لا ما تخافش ما أنا البست جزمة الضيف رفقا بالقوارير برنامج هيقدمه أم مصطفى نجات من جنة هاجل سوش الاشتراك في القناة اعملوا لايقات كتير 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 البرنامج يكون عند حسن ظنكم إزيكم يا أحلى متابعين عاملين إيه يارب تكونوا بخير وفرحنين ومبسطين وفي الهنى دايما عايشين النهاردة يا جماعة هحكي لكم حكاية إيه حكاية إيه هقول لكم حكاية عن البخل كان يا مكان كان فيه راجل بخيل أوي 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 وفي يوم زاره ضيف وبعد السلامات والطيبات نادى البخيل على ابنه وقال له يا ولد عندنا ضيف عزيز على قلبي فروح بسرعة واشتري نص كيلو لحمة بس إيه خلي بالك لازم تكون من أحسن جزار وأحسن لحمة عنده فطبعا الولد ما كدبش خبر وراح للجزار لكنه رجع من غير ما يشتري اللحمة فأبوه سأله فين اللحمة فالولد قال له أنا رحت للجزار وقلت له اديني أحسن لحمة عندك فقال للجزار أنا هدي لك لحمة بس لحمة إيه كأنها زبدة فقلت لنفسي إذا كانت الزبدة أحسن فأنا هشتري زبدة بدال اللحمة ورحت للبقال وقلت له اديني زبدة بس تكون أحسن زبدة عندك فقال لي أنا هدي لك زبدة إنما إيه كأنها دبس فقلت في نفسي إذا كان كده فأنا ليه ما رحش على طول واشتري دبس بدال الزبدة فرحت لبتاع الدبس وقلت له اديني دبس بس إيه خلي بالك لازم يكون أحسن نوع عندك فقال لي لا اتطمن أنا هديك نوع كأنه الماء الصافي فقلت لنفسي طب إذا كان كده بقى فأحنا الحمد لله مفيش أصفة ولا أحسن من المية بتاعتنا ورجعت من غير ما اشتري أي حاجة فالأب البخيل هنا طبعا قال لي ابنه إيه يا واد الشطارة دي كلها فعلا انت كده عملت الصح لكن يا ناصح انت فاتك حاجة مهمة قوي الولد قال له وإيه هي الحاجة دي أبوه قال له تلاقي جزمتك دابت من المشي والجري من الدكان ده للدكان ده فالولد قال لأبوه لا ما تخافش من البست جزمة الضيف صحيح يا ولاد ما تخافش من البخيل لكن خاف من خلفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نشوف مع بعض مشكلة النهاردة أنا جوزي ماديا الحمد لله كويس خالص ومش بيستخسر فيا وفي أولادي حاجة وكمان مأمن مستقبلهم وكاتب لهم شؤة بأسماءهم في عماير ومأجرها بس أنا أعدى مع العيلة بصراحة مكان واسع ونظيف وشؤة واسعة وحماتي متوفية وكل واحد بياكل في شأته بس جوزي طبعه حني بزيادة وكريم مع الكل ومع إخواته البنات أنا لي سلف متجوز وظروفه حلوة بس بخيل هو ومراته مراته بخيلة في بيتها وحرصين هي وجوزها على الفلوس حتى في المواسم والأعياد جوزي اللي بيشيل زيارات البنات إخواته المتجوزين وعماته الوحده وسلف ومراته بيمشوا معانا بدون ما يدفعوا جنيه أنا جوزي كريم ودايما بيعزم خلاته وعماته وإخواته البنات وأنا والله بنفس رضية برحب بيهم وبحبهم لأنهم زوء لكن بكره سلفي ومراته لأنهم استغلالية وما بيشربوش حد بقوا مية عمري ما دخلت بيتها وقدمتلي حاجة ومع الكل كده والناس عارفينها أنها بخيلة لكن هي بتحب تاكل عند الناس وتستغلهم وأنا بكره فيها الحتة دي ودايما يشكو هي وجوزها معناش فلوس مش لقيين جوزها من سنة معاه عربية بيشتغل عليها وحصلت معاه مشكلة كبيرة بسبب العربية دي وجوزي اللي خلصوا منها ودفع له مبلغ كبير قوي وأخوه ما دفعش دنيه اتخنقت مع جوزي هزقني وما تدخليش بيني وبين أخويا ولما أخد منك فلوس يبقى تتكلمي أنا اتديقت من موقف جوزي خصوصا أخوه معاه فلوس مش فقير ولا حاجة كمان جوزي بيشتري لنا بجراكن زيت الزيتون وزيتون مخلل وبيوص عليها تاجر من سينة وزيت نظيف السنة كلها هي وجوزها وقفين بالبرطمان يخلص الزيت يطلبه تاني ويشحته مخلل وجوزي مبسوط منهم قوي وأنا اتخنقت منهم عمرهم ما بيفرطوا في حاجتهم مرة قلت لهم الزيت خلص سيل في شكل جوزي وجوزي هزقني وقال يطلبوا اللي هم عايزينه أنا اللي بجيب دلوقتي قليل يوم اللي سلفتي ما تطلبش توم بصل توابل معلقتين سمنة شوية زيت على طول كده وماقدرش أقول مفيش من جوزي أنا النهاردة جوزي عزم خلاته وأخواته البنات وأنا ما عنديش مشكلة والله حتى لو يعزمهم كل يوم اليوم كله أطبخ أنا وأخته جوزي والهانم تحت ما فكرتش تطلع تساعدني في حاجة ولما جهست الغداء جوزي راح عزم أخوه وهي لحقتهم بدون عزومة وقعدت تاكل وتأكل في عيالها وبتاكل حمام وبط صافي ملهاش في الرز ولا الملخية والكلام ده وتشد الأكل من قدام الضيوف حاجة في منتهى قلة الزوق وبعدين أخته جوزي كانت عاملة جلاش وكنافة وطلعنا للضيوف وكانت سايبلها طبق لأولادها تاخدها وهي ماشية المهم لما طلعنا الحلويات سلفتي وعيالها نزلوا على الأطباء أكل وفضل اتنين من خلات جوزي ملحقوش حاجة دمت حرق قوي وراحت أخته جوزي طلعت الطبق اللي كانت سايبال أولادها لخلتها وأنا تخنقت من سلفتي وتأكل وتشرب ولما خلاص الضيوف مشيوا راح تنزل شقيتها وشيل الموز والبرتقان اللي في الأطباء لمتهم ونزلت بيهم سابتلي الموعين والشقة تضرب تقلب ونزلت بكل بجاحة أنا دمي محروق قوي منها بتيجي وتبجح وتأكل عندي وتأخذ فئتها وهي نزلة وأنا عمري ما دخلت شقيتها في مناسبة وقدمتلي قباية شاي أنا تخنقت مع جوزي وقلت له لو جات عندي تاني هتردها جوزي يقول لي لو اتكلمت نص كلمة معاهم هيكون فيها طلائق محدش بيتكلم على الأكل والشرب وده أخوي وعياله يأكلوا زي ما هم عايزين وما فيش على لسانه هو أنت بتجيبي حاجة ولا بتدفعجنيه أنا مخنوقة قوي من طيبة جوزي واستغلال أخوه ومراته لينا وهم يدكنوا فلوسهم أنا جوزي معاه عربية بس في يوم كانت عند الميكانيكي وكنا رايحين مشوار وجه أخو جوزي وصلنا بعربيته وخد منا فلوس حق المشوار رغم اللي جوزي بيعمله معاه بس برضو ما فردش في حقه وخد فلوس من أخوه أنا تعبت وقرفت المفروض تقولي الحمد لله أن ربنا رزقنا ومبرك لنا في رزقنا ولازم تعرفي أن الإيد اللي بتدي أحسن وأفضل بكتير قوي من الإيد اللي بتاخد ادعي وقولي يا رب ارزقنا وبرك لنا في رزقنا وقدرنا دايما أننا اللي نفضل ندي وما تكتبش علينا يوم أننا نمدي فيه إيدنا عشان ناخد من حد حاجة دي نعمة كبيرة قوي المفروض تحمد ربنا عليها أما بقى نية أخو جوزك ومراته استغلالية أو معاهم فلوس ومدكنينها فأنت ملكيش دعوة بالنواية أنت بتعملي لله وحكاية أنك لما تزوريها مش بتقدم لك حتى كوباية شاي فأنت بتقولي أنها مع الكل بخيلة مش معاك أنت بس والبخل ده مرض ومرض مؤذي جدا ومش بيؤذي غير صحبه ما بيعرفش يعيش أو يتهنى بحياته أبدا لكن في حكاية أنها مش بتساعدك في تجهيز أي عزومة أو نظافة الشقة بعض الضيوف فأنت ممكن تطلبي منها وأعتقد أنها مش هتمانع أبدا أنها تساعدك أهلا بكل المتابعين فقرة أمثلنا الشعبية اطعم محروم ولا تطعم مشلوم أكل وشرب وارتوى وجال طبيقكم مستوى اجلع درسه ولا تخرج جرشه اللي عجنتيه وخبستيه عزمتينه وأكلتينه اللي ما يجبع من بيته ما يجبع من بيت الجيران اللي يتكل على زاد غيره يطول جوعه وليله جبتي الهدية وعينك فيها وعندنا جعدتي وأكلتيها دوجناه الطعمية وجرمش الطبلية رزقك رزقنا وانزاد شيء جبيه عندنا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تعرفي قصة أو حكاية ممكن تكون عبرة وعزة للآخرين فما تبخليش بيها على الناس وحاولي تنشريها وتفيدي بيها غيرك ولو في حياتك مشكلة ومش عارفة تحليها لوحدك ومحتاجة حد يشاركك في حلها اتواصلي معايا على رقم الواطس الموجود في صندوق الوصف وأنا هرد عليك وأقدم مشكلتك شكرا